اهلا وسهلا بحضراتكم من جديد وصلنا لفقرة اهم الاخبار اللي كانت شغلاكم وشغلانا معاكم خلال الايام اللي فاتت وعملت ضجة كبيرة جدا وكانت حديث القاهرة من اهم الاخبار على مستوى العالم اللي وقفنا قدامها ما كانش بس الحادث وهو تعلق هذا المطران الشهير اللي حمل لقب انسان فوق العادة مار ماري عمان وقيل للطعن على ايد احد الموتورين واللي صنف في سيدني في استراليا على انه واحد من الارهابيين ورغم انه عمره ما يزدش عن عمر المراهقين الا انه تسبب في طعنات شديدة جدا لدرجة ان هذا المطران فقد عينه اليومنا وطبعا كان حديث السوشيال ميديا وحدثكم خلال الفترة اللي فاتت ازاي هو كان متماسك للدرجة دي لدرجة انه خرج منه تصريحاته بيقول انه مسامح هذا المعتدي وبيقول انا بحب المسلم كما احب المسيحي تماما وقال انه حقولها كده بالعراقي بما انه اصوله عراقية قال انا احبك وعيني اليومنا اللي فقدتها فدك طبعا كان موقف خاص جدا منه ولفت الانظار على مستوى العالم درجة التسامح الكبيرة جدا دي تسامح حتى للعدو اللي هو اللي بيدي مثل كبير قوي على ان الشخص القوي حقيقي هو الشخص اللي بيسامح طبعا اكبر حد ممكن يدينا المسل ده هم رجال الدين اللي مدركين قيمة التسامح وزارة الزراعة طلعت تصريحات بتنفي فيها وجود اي بطيخ مصرطا او خوخ في الاسواق وقالت ان فيه ناس بتتعرض لوعكات صحية او حتى ازمات على مستوى الصحة بعد ما بتاكل البطيخ وقالت ان السبب في ده ان فيه كمية مياه كبيرة جدا وفيه نوع من انواع السكر هو مكون من مكونات البطيخ لما بتاكلوا بعد فترة كبيرة من الغياب ممكن تتعرض لوعكة صحية فبالتالي ما تقلقوش ما فيش بطيخ مصرطا ولا حاجة واحنا كحديث القاهرة هنجيب لكم الخبر اليقين بكرة سوا هنا على الهواء نعرف ازاي البطيخ طيب حملة مقاطعة الاسماك اللي حصلت في بورسعيد كان لها صادق كبير جدا مش بس في بورسعيد لكن على مستوى جمهورية مصر الوحدة سلاح المقاطعة هو الحل الامثل ضد جشع التجار وطبعا بعد ما انخفضت الاسعار لاكتر من 35% ووصلت ل50% فضل كل حد من الاطراف يرمي التهمة على التالي الصياد يرمي التهمة على التاجر والتاجر يرمي التهمة على الموزع وعلى اصحاب المطاعم وهلوم مجرى لكن مين اللي كان مستفيد في الاخر؟ المواطن اللي فهم ان سلاح المقاطعة هو اكبر سلاح ممكن يستخدمه وطبعا هنيئا لأهل بورسعيد هم ادهوا ادود خبر ده كان حديث العالم وفي اقل من 10 ساعات وصل عدد المتابعين للفيديو القصير اللي نشروا العريس والعروسة وطبعا ملياردير هندي شهير واحد من اهم العاملين والمساهمين في مجال التكنولوجيا في العالم وزوجته طبعا يعني باع كبير جدا من عروض الازياء وغيرها في حاجات كتير قوي الفرح اتعمل في صفحة الهرم في منطقة الهرمات وفي مصر كلها استغرق اربع تيام اربع تيام اثروا في العالم وفي اقل من كام ساعة وصل عدد المتابعين للفيديو ده 8 مليون شخص حول العالم وصل بعد كده لمليارات الاشخاص وقالوا ان ده اكبر دعاية لمصر هم قالوا حاجة مهمة جدا قالوا احنا قررنا نعمل فرحنا ما كانش عندنا غير اختيار من الاتنين يام نخلي الفرح في الفضاء او نخليه في مصر لكن كسبنا الاتنين في مكان واحد لان مصر اعظم مكان ممكن تقابله سواء على الكرة الارضية او في الفضاء الخبر ده شغل السوشيال ميديا خلال الفترة اللي فاتت ريم وبربري بعد قصة حب كبيرة ومتابعة للكابلز والناس اللي ارتبطت بيهم وبحكايتهم طلعت اشعات بتقول انهم منفصلوا هم بقى نزلوا الاتنين ستوري على صفحتهم بيقولوا فيه احنا سمعنا الخبر زيكم يعني لا انفصلنا ولا حاجة طيب امال ماهر ودي خلال الساعات اللي فاتت كانت التريند رقم واحد بسبب حفلتها الاولى في جدة حفلة كانت عظيمة جدا كتير من الفنانين كتبوا لها تهنئات وكانت على رأسهم الفنانة الكبيرة اصالة واللي قالت عليت صوت التلفزيون على الاخر عشان اتمتع بصوتك عمال ماهر صوت قوي وعظيم ووجهة جميلة للغنى والطرب المصري الاصيل واحنا سعدة جدا بهذا النجاح الكبير اللي حققته في اول حفلة ليها في جدة وخصوصا بعد كتير من علامات الاستفهام اللي احنا كلنا عارفينها في الاخر ما نجريش وراء إشعاعات السوشيال ميديا علاقات شخصية بازت اتصلحت كلها حاجات مش بتدخل في درجة اهمية كبيرة المهم ان الفنان يبدع قصة دي احنا وقفنا قدامها في حديث القاير حابين نشارككم فيها هي قصة بسبب الفتاوى بس صدر بيها فتوى من دار الافتاء قالوا ان اي شخص يتطاول على رجل علم ورجل دين يعد هذا شيء غير جائز شرعا لا يجوز للناس العاديين والعامة ان هما يتطاولوا على رجال الدين ليه؟ لان هما يتاح لهم من العلم ما هو اكبر من اللي بيتاح للعامة العاديين ويجوز لكل من هو عالم او باحث في العلم انه يدخل معاهم في مناقشات بناء على علم مماثل لكن انه يترك الموضوع كده للعامة لما يوصل كمان التطاول لدرجة التجريح على عدد من كبار الشخصيات اللي بتتصدى للفكر الاسلامي والفتوى الاسلامية وغيرها لدرجة ان احنا نشوف الناس اللي بتتكلم عن الدكتورة سعاد مثلا دكتورة سعاد صالح قالوا ليست مفتية وليست علمة هي مجرد مقلدة مش هكمل بصراحة النقد لكن لما حد يتكلم على عالم اخر وشيخ اخر يقوله كل اراءك وفتويك ترقيع وتبرير وتغليط الحمد لله الذي حفظ القرآن من التحريف ونوصل الموضوع لان حد يقول بورك فيك حضرة الشيخ الجليل على التسهيلات التي تقدمها للمسلمين بقى عليك تحليل الخبر وبذلك يصبح كل شيء في فتويك مباح وحسبنا الله ونعم الوكيل طبعا احنا من باب الاحترام الكبير لرجال الدين ومن يتصدى ليه مش هنكتب كل الكلام اللي بتقال ولا هننشره معكم لان الحقيقة الموضوع فيه تجريح زيادة عن اللزوم لكن ايه بقى مردود ده وهل فعلا فيه حد يستاهل ان انا اقف وارد عليه سواء كنت رجل دين او غيره شفنا ما قيل عن الدكتور علي جمعة يعني قمة التهاون بتاريخ هذا الرجل الكبير من العلم والمعرفة وغيره خلينا ناخد رأيهم هما شخصية دكتورة سعاد صالح استاذ الفقه المقارن بجامعة الازهر معانا على التلفون يا دكتورة سعاد مساء الخير اهلا وسألا يا صادة كديمة اهلا وسألا انا الحقيقة عايزة اسألك بشكل شخصي وصريح التعليقات دي بتأثر فيكي والله يعني الاول كانت بتهزني شوية وكان يعني الله يرحمه زودي كان في مجال الاعلام فكان بيديني يعني شوية تحمل يعني كان بيصبرني كان بيقولي ده شأن المكين وده حاجة مزعكيش بالعكس ده حاجة تخليك يعني تجيكي دفعة قوية فالإلى أن لما لقيت الموضوع بدأ يتكرر كده سعاد صالح تقول سعاد صالح تعيد وتشويه لكلام بتاعي وبطر لكلام بتاعي والأسف الشديد سواء صعب صفراء ولا قنوات حمراء أصبحت بقى لا أعتني ولا أتأثر بأي شيء مما يقوله طب دكتورة سعاد حضرتك قلتي ان الحمد لله تخطيتي من موضوع ده لكن في ناس بتتهم بجزئية تانية إن ده بيجري في بحث عن الترند إن أنا عايزة بقى أكون موجودة ترند فبالتالي حتى الشيوخ كمان بقت بتدور على الترند بدليل إن انتوا بتفتحوا موضوعات وتتكلموا فيها وتسمحوا لمزيعين ينقشوكوا في الموضوعات بصيغة هجومية والموضوعات دي مش من المفترض إنها مباحة للعامة كلهم إنهم يتناقشوا فيها بشكل على اختلاف علمهم يعني والله يا أستاذة كريمة أنا لي مبدأ بآية قرآنية سبحانه وتعالى يقول في سورة السلطة ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين فأنا حسيت إن أنا ربنا سبحانه وتعالى كلفني بالقيام بهذا القول الحسن وبيانه للطائفة التي لا تعلموا سواء كان ستوى سواء كان توضيح عن قول معين بقى إن إحنا عندنا طب يا دكتورة سعاد أنا أسفة جدا والله مش بقطعك بس يعني إيه اللي يدخل في داك توضيح إن أنا أدخل في تفصيلات الأمور إن على الخطيب إنه يرى جزء أو كل من جسم خطبته ويتلصص ويتجسس وغيرها من الفتاوى أو أنا مش هدخل فيهم كلهم بس بنوصل عند جزء معين من الفتوى حضرتك بيبقى مدركة أكتر من الناس إنه هو حيثير ردود فعل كبيرة جد يا أستاذة كريمة أنا مش هتبرها مشكلة أنا تخصصي فقه مقارن بمعنى أني لازم أبين الحكم في أكثر من مذهب وأطرق ليه المستفتي إنه هو يختار المذهب الذي يتناسب معاه ولذلك حنا مع أندينا قاعدة في خلية بتقول أن الفتوى تتغير بتغير الزمان والمكان يعني حضرتك ما ندمتيش على أي واحدة من هذه التصريحات اللي كنت بتقوليها في البرامج مؤخرا أو اللي أثارت زي ما بنقول ردود فعل واسع ما كانش في أي ندم وقلتي لا ما كانش المفترض أقول كده لا لا أنا أنا لما على حضرتك أنا لما برجع ما بحيث بخطأ وبرجع فيه معلنه وبقول أنا أخطأت في هذه الفتوى والثواب هو كده وإن بعض زميلي وجهوني لما يجب أن يكون في هذه الفتوى طب واللغة مؤخرا ده ما فيش أي حاجة حضرتك تحبي تعتذري عنها أو تقولي إن أنا أخطأت فيها مؤخرا؟ لا يعني الفتوى بتاعت ما يسمى بترقيع شاء البكارة ها دي طبعا أنا لما كلمت فيها كان ليه وجهة نظر وهو السطر وكان ليه وجهة نظر فعل الرسول عليه الصلاة والسلام عليه الصلاة والسلام للأشخاص اللي قاموا بهذه الجريمة أو بهذه الفعلة يعني فأنا كنت بقتدي بمنهج الرسول بالسطر عليه الصلاة والسلام حتى ما كنت بقلت لا يوجد ترفيع عشان الغش لقيت إن زميلي من الأزهر وأسد زميلي أقوله يا دكتورة إن فيه لإن إحنا عريدين نصطر لإن بتردى بعها زالي وضرر كبير فرجعت في نفس القناة وأنا فكره إن سطر بتاعت دي كان في قناة أوربيت ورجعت في نفس القناة اللي أنا قلت في السطر وقلت أنا زميلي رجعوني وبكذا كذا كذا ولا يتلقى بالله كذا واضحة كده حتى هذه النقطة واضحة الدكتورة سعاد صالح أنا مشكورة جدا على التوضيحات اللي قدمتيها النهاردة وأتمنى على الناس إنها تتحرى أصل كل حاجة وتقرأ فيها لأن الدين يا جماعة مش مقصورة على أشخاص عليك أن تقرأ لتتعلم ومن الدكتورة سعاد والفتاوى اللي أثارت وجعلت الشيوخ والأئمة والعلماء في مرمى السوشيال ميديا لأجازة على قد الإيد كل تانوا أنتوا طيبين أكيد اليومين الجايين دولي النهاردة السبت حد اتنين عندنا يومين كمان فضلين لسه في الأجازة تقدر تروح فين؟ إنت وعيلتك وصحابك إيه الأماكن اللي تقدر تروح لها؟ بميزانية ما تدايقكش قوي ده سؤال مهم جداً خلينا نقول أن اللي حتجاوب لنا عليه هي بسانت صفوط اللي موجودة معانا دلوقتي على زوم هنا في حديث القاهرة بسانت مسائل فل مسائل فل إيه الأهبار؟ إحنا كويسين جداً بصي عند بسانت الخبر اليقين على قد الإيد أروح فين في اليومين اللي بقيين في الأجازة؟ أتفسح أنا وصحابي أو تفسح أنا وعيلتي طبعاً وفي أماكن كثيرة جداً موجودة في مصر جميلة قوي نقدر أننا نروحها خطوطاً أننا طبعاً ندخلين على شام النسيم يعني أن الجناين بقى الجميلة اللي عندنا كمان الجوة عندنا تحفظ نقدر أننا نستمتع بالأجواء دي في الجناين العامة أو الجناين الخاصة في الرحلات النيلية الجميلة اللي بتقدر إحنا نقودها مثلاً بالمراكب أو التنوكة دي صغيرة جميلة قوي أو حتى لأخوت اللي بقى في النيل نقدر كمان نروح مثلاً دي يوس أماكن قريبة من الخاهرة في حاجات مثلاً زي كراسيدر العين السفنة قري تونس مثلاً في الخيوم في ناس كثير ما كانتش عفاها بس هي بخراحة أنا رفتها قدت فيها يوم كانت جميلة جداً الحاجة كده عفا بترجعك بقى للطبيعة والجو اللي هو اللي راكس ده الجميل اللي واحد بيقعد يستجر متى كده ويتبسط طيب بسانت أنا هقولك قوليلي الميزانية تبقى كام أروح بيها إيه المحافظات اللي أقدر فيها قاعد يوم وأرجع آخر النهار مثلاً وإيه المحافظات اللي أقدر أروح فيها وبيت يوم وارجع تاني يوم بميزانية مش هزود أنا عن من ألف الخمس تلاف جنيه حلوة قوي لو إحنا بنفكر في حاجة قريبة هيبقى بورد تعيب طبعاً محافظة جميلة وقريبة وفيها طبعاً زمور فؤاد كمان بالفلل والحاجات الجميلة قوي اللي موجودة فيها نقدر أننا نستمتع بأكتبتس كتير أو ناك نقدر كمان أننا في حاجات بتبقى عاملة زي الريف بالضبط بتبقى قريبة من القاهرة بتبقى وضع الأجواء الريفية لو إحنا بنفكر أول برضو الفيول زي موثلك الفيول جميلة جداً وفيها راحة نفسية كده غريبة يعني أنا مروحة كاليفتك كم؟ كاليفتك كم؟ ممكن قول من 500 ألف على أساس كل واحد هيصرف إيه وهيجيك إيه وهيشتري إيه طب لو عيلا كاملة عايزة ما تزودش عن المبلغ اللي أنا قلتلك عليه ده من ألف الخمسة إيه الحاجات اللي تنصحيهم يكلوها مثلاً يعني يأكلوا إيه ياخدوا أكل معاهم ولا ممكن يأكلوا هناك نوعية معينة من الأكل ممكن يبقى لطيف وخروجة برضو طريقة المروح تبقى أفضل إزاي أطر ولا باس ولا مايكرو باس ولا إيه الطريقة اللي ممكن يتحركوا بيها يبقى أسهل وأفضل وأوفر هو طبعاً الفطار هناك بيبقى مميز جداً لأنه بيبقى واخد الفطار الريفي بقى اللي هو إيه هاكل عسل وصحينة وفصير مشالفة والأجواء جميلة قوي فممكن ياخدوا حاجات أكل تاني طبعاً للغدا والكلام ده لو برضو عايتوني يوفروا لأنه طبعاً الحاجات دي بتبقى بجد خطوصاً لو عيلا فيه حاجات بتبقى على فكرة من أول ثلاثمون جنيه الفرد بيبقى يوم بتبقى برضو قريبة من القاهرة بتبقى أجواء زي الريف كده بالزبط بيبقى عارفة زي الحضايق الخاصة تمام؟ بس بيبقى مكان تمام في بسين مثلاً في أجواء رفية للحاجات دي كلها بيبقى عائلي قوي يعني مثلاً فرد بثلاثمون جنيه أو ثلاثمون وقمسين وهو هياخد فطار ويتفرج على عروض شعبية يشوف الجور دي في عمل إزاي ودي بتبقى قريبة لو يوم واحد لو هيبيته ممكن الكندرية تبقى حلوة جداً خاصة لو عيلا مثلاً بتاخد شقة أو مكان بيبقى طبعاً مش مكلف زي الفنادق وهيروحوا يوم مثلاً على البحر الكلام ده كله هيجيبوا أكل يعوضوا يأكل وكده قدام البحر الأجواء دي سمجمينة جداً ممتيح مهمة جداً أنا بشكرك عليها شكراً جزيلاً بس أنت صفوت شكراً محافظاتنا كلها حلواني برسعيد غير اسكندرية غير الفيوم غير الأماكن الريفية الصغيرة القرى والناس اللي فاتحة بيوتها بتعمل حاجات كده وقعدة لطيفة على مداري اليوم سوشيال ميديا مليان دور وشوف البودجت بتاعك إيه بس أنت اديت لك أول مفتاح والباقي عليك خلينا نطلع فاصل ونرجع نقابلكم تاني وحديث القاهرة مستمر السؤال اللي جاي إيه هي الأسئلة المشروعة والأسئلة الممنوعة في حادث طفل شبرى الخيمة الإجابات بعد الفاصل مع ضيوفنا هنا وانتبهوا جداً لأنه كل كلمة حنقولها لازم تتسابع فاصل وانتقفل اشتركوا في القناة